مرحبا جميعا وأهلا بكم في فيديو جديد لسا مكملين في سلسلة رمضان لو فاتكم الفيديو الأول هتلع لكم دلوقتي على الشاشة وهسيب لكم الرابط بتاعه تحت في صندوق الوصف اتأكدوا منكم تشيقوا عليه في فيديو النهاردة ان شاء الله هشارككم شوية أفكار لزينة رمضان تقدروا انكم تصنعوها بنفسكم باستخدام الورق اكتبوا لي تحت في الكومنت هل قربتوا انكم تصنعوا زينة رمضان بنفسكم قبل كده ولا لأ وعلشان مايفودكمش اي فيديو من الفيديوات اللي هننزلها في السلسلة دي اتأكدوا منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ويلا بينا دلوقتي نبدأ في فيديو النهاردة لان افكار النهاردة كلها هنعملها باستخدام الورق لأول فكرة هنكون محتاجين لورق لون وبني ولكن لو مش متوفر عندكم عادي جدا ممكن انكم تستخدموا الورق الابيض العادي او حتى انكم تستخدموا الورق الملون اي نوع ورق متاح عندكم هافي بالغرض اللي عملته هو اني طبقت الورق بتاعتي نصين ورجعت طبقتها مرة تانية بحيث ان هي تطلع معايا بالشكل ده هنكون محتاجين اي حاجة دائرية وهنرسم نص دايرة على الورقة من تحت وهنلف الورقة وهنرجع نرسم نص دايرة تانية وهنوصل نص الدايرة اللي تحت بنص الدايرة اللي فوق عن طريق ان احنا نرسم خط صغير ما بينهم بالقلم الرصاص طيب دلوقتي شايفين الجزء اللي انا بمشي عليه بالقلم الرصاص الجزء ده هنكون محتاجين ان احنا نقصه او علشان اوضح لكم الفكرة اكتر الجزء اللي انا شغبطت عليه ده مش هنكون محتاجينه فهنبدأ ان احنا نقصه مش هنكون محتاجينه دلوقتي ولكن هنحتاجه في فكرة تانية بعد شوية فما ترموش الجزء ده الجزء اللي هو من الطرف الشمال هو اللي هنكون محتاجينه في الفكرة الاولانية اما الجزء ده هنخليه دلوقتي على جنب لما نيجي نفتح الشكل بتاعنا ده الشكل اللي هيطلع معانا وعلشان تخلوا الورقة مفروضة اكتر ممكن انكم تحطوها تحت مجموعة من الكتب علشان تتفرد معاكم بشكل اسرع هنكرر الخطوة بتاعتنا دي سبع مرات علشان احنا محتاجين سبع من الشكل اللي احنا عملناه لان الورق اللي استخدمته لونوب واني فحبيت اني استخدم القلم الابيض فيه اني اضيف بقى التفاصيل على الشكل بتاعنا ولكن تقدروا تستخدموا اي نوع قلم زي ما انتم حابين على كل واحدة من الاشكال السبع اللي احنا عملناهم هنكتب حرف من حروف كلمة رمضان وتقدروا طبعا تكتبوا اي كلمة تانية زي ما انتم عايزين ولكن انا اكتفيت بس بكلمة رمضان بعد ما خلصت الكمية بتاعتي كلها هبدأ اني الزق الحروف على شريطة لونها اسود هستخدم اللزق السلوتب العادي فيه اني الزق الورقة بتاعتي على الشريطة اللي لونها اسود وطبعا هنكرر الخطوات ديت في كل الكمية بتاعتنا لحد ما تخلص كلها وتبقى معانا بالشكل ده الفكرة سهلة وبسيطة جدا ولكن هتفرق في شكل البيت بتاعكم او المكان اللي انتم حتعلقوا فيه الزينة دي بشكل كبير لان هو هيغطلكم مساحة كبيرة من الحيطة بتاعتكم لازم تجربوها فاكرين لما قصينا الاشكال بتاعتنا من شوية وقلتلكم الجزء ده ما ترموهوش هنعمل بي حاجة اذا فتحتوه هتلاقوه من جوه متفرغ نفس الشكل اللي احنا قصنا هنكون محتاجين لي بلاستيك ممكن تختاروا اي نوع انتم عايزين والمهم انه هو يكون بلاستيك ويفضل يكون قوي شوية هبدأ اني احط لازق على اطراف الشكل اللي احنا قصنا وبعد كده هلزقوا على البلاستيك بتاعي بعد ما لزقته لقيت ان في زيادات من البلاستيك حواليه فبدأت اني اقص الزيادات باستخدام الماص دلوقتي الفكرة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن صبورة صغيرة نقدر ان احنا نستخدم اقلام الصبورة في اننا نكتب اي ملاحظات احنا حبنها لعلاقة برمضان زي مثلا مواعيد الصلاة معاد السحور معاد الفطار وهكذا او ممكن مثلا تكتبوا عليها القائمة بتاعة الاكل اللي انتم هتعملوه لليوم او انكم تكتبوا دعاء معين او قائمة المهام بتاعتكم تقدروا تستخدموها زي ما انتم عايزين لان هي في الاول وفي الاخر صبورة وتقدروا انكم تكتبوا وتمسحوا زي ما انتم حابين الفكرة اللي بعد كده محتاجة تركيز شوية ولكنها سهلة جدا هنكون محتاجين لي خمس ورقات اي فور اللي هو ورق الطباعة العادي هنطبق الورقة بتاعتنا نصفين هنفتح الورقة ومن عند الخط اللي تكون معانا هنستخدم المقص في اننا نفصل الورقتين عن بعض هناخد نص واحد دلوقتي وهنبدأ ان احنا هنشتغل عليه من عند الطرف بتاع الورقة هنتنيها شوية وهنبدأ ان احنا نلفها بنفس الطريقة اللي قدامكم في الفيديو ولما نيجي نوصل لاخر جزء في الورقة هنحط صمغ ورقة عادي وبعد كده هنكمل لف بتاعها علشان الورقة تلزق كلها في بعض هنكرر نفس الخطوات دي في الخمس ورقات كلهم لحد ما يبقى عندنا عشرة من الورق الملفوف في استخدام مسدس الشمع هحط نقطة مسدس الشمع من فوق وكل اتنين هنزقهم مع بعض بشكل رقم 8 بالعربي وتأكدوا انكم حطين اللزق بتاعكم بعد مسافة شوية كده من الورقة يعني ما تحطوهاش على طرف الورقة من فوق خالص لأ سيبوا مسافة وبعد كده حطوا اللزق بتاعكم وهتعرفوا ليه بعد شوية هنكرر نفس الخطوات دي بمعنى ان احنا كل اتنين هنلزقهم مع بعض بنفس الشكل اللي قدامكم في الفيديو وبعد ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها هنبدأ ان احنا نجمع الشكل بتاعنا علشان يتكون معانا شكل النجمة بعد ما نشكل شكل النجمة بتاعتنا هنبدأ ان احنا نلزقها كلها مع بعض عند كل زاوية من الزاوية بتاعت النجمة هنحط نقطة مسد الشمع وبعد كده هنلزق الورق الاطراف الزيادة اللي احنا كنا عاملين هدايات علشان تساهل علينا اللزق بتاع الورق وان احنا نتأكر ان هو ما يتفكش مننا هنبدأ دلوقتي ان احنا نقصه بعد ما نتأكد ان النجمة بتاعتنا ملزوقة كويس هنكون دلوقتي محتاجين اضاءة اختاروا اي لون اضاءة انتم حابين وهنبدأ ان احنا نلفه حوالين النجمة بتاعتنا لحد ما نخلص المساحة بتاعتنا كلها هستخدم اللزق ده فيه اني ألزق النجمة بتاعتي حطيت جزء صغير على الاطراف بتاعتها وبدأت اني ألزقها على الحيطة وده بقى شكلها بعد ما فتحت الاضاءة لو انكم هتطبقوا الفكرة دي انصحكم انكم الاضاءة اللي هتلفوها حوالين النجمة بتاعتكم يكون الحجم بتاعها خفيف علشان الورق يستحمل معاكم اكتر ونصيحة كمان وانتم بتلزقوا الورق في بعض اتأكدوا ان المسادس الشامع صغن كويس علشان الورق يلزق معاكم كويس وما يتفكش للفكرة اللي بعد كده هنصنع فانوس رمضان باستخدام الورق صممت لكم النموذج ده وتقدروا انكم تطبعوا عن طريق الرابط الموجود في صندوق الوصف وحننفذ الفكرة بأكتر من طريقة علشان تقدروا تعملوا الحاجة المناسبة بالنسبة لكم لأول طريقة طبعت الشكل اللي انا صممته على ورق مقاواه طبعته في الظهر بتاعه والشكل اللي حبه شكل فانوس رمضان يكون به واتوقع الخطوة الاولى هتكون واضحة بعد خطوة الطبعة وهي ان احنا هنقص الشكل بتاعنا هنقص كل الحاجات اللي حوالين النموذج اللي مطبوع وهنكون بس محتاجين الجزء اللي لونه رماضي علشان اسهل على نفسي تطبيق الفانوس هستخدم المصطرة فيه اني اطوي الورقة وبعد كده هتأكد ان هي مطوية كويس باستخدام ايدي الجزء اللي موجود فيه التصميم لونه رماضي هو مستطيل صغير كده هو ده الجزء اللي احنا هنحط فيه اللزق وهنلزق الشكل بتاعنا علشان نقدر ان احنا نقفل الفانوس بتاعنا هنستخدم الخرامة فيه اننا نخرم الفانوس من فوق من كل مسلس من المسلسات اللي موجودة هنعمل خرامة باستخدام الخرامة وبعد كده هندخل فيه الاربع اخرام ديت خيط وبعد ما يدخل فيه الاربع اخرام كلها هنشد الخيط بتاعنا بحيث ان المسلسات اللي فوق دي كلها تنضم على بعض وهنربط ربط خفيفة من فوق ولو عرفتوا كمان تربطوا في يونكا هيبقى شكله احلى دي اول طريقة للفانوس طيب لو عايزين الفانوس بتاعنا يكون مضيق المستطيلات اللي جوه التصميم دي كلها هنفرغها ولكن مش هنسبها مفتوحة كده هنكون محتاجين ليه ورق الزبدة وفي الغالب هتلاقوه فيه المطبخ هنقص جزء من ورق الزبدة يكون بنفس الحجم بتاع الشبابيك دي او المستطيلات المتفرغة هنحط لزق حوالين الفانوس بتاعنا وبعد كده هنلزق الورقة بتاعة الزبدة اللي احنا اصناها الخطوة اللي بعد كده هي خطوة تأفيل الفانوس وهنقفله بنفس الطريقة اللي احنا قفلنا بيها الفانوس من شوية طيب هنخلي ازاي الفانوس بتاعنا ينور هنكون محتاجين للشمع الصغير اللي بيتفتح بيه استخدام البطارية وعلى حد علمي سعره بيكون رخيص اتوقع 5 جنيه 10 جنيه حاجة زي كده هنفتح الشمع بتاعتنا وهنحطها على التربيزة وبعد كده هنحط الفانوس بتاعنا فوقيه لان الفانوس من تحت اصلا مفتوح وده هيكون شكله بعد ما نحط الاضاءة جواه شكله حلو جدا جدا انصحكم انكم تجربوا الفكرة دي طيب هقولكم على طريقة تانية برضو ممكن انكم تنفذوا بيها فكرة الفانوس هي انكم بدل ما تطبعوا على ورق لونه ابيض ممكن انكم تطبعوا على ورق ملون هنمشي بنفس الخطوات هنقص حوالين الشكل بتاعنا وبعد كده هنفرغ الشبابيك بتاعتنا او هنفرغ المستطيلات اللي موجودة في النص في التصميم وممكن انكم تستخدموا المقص او انكم تستخدموا المصطرة والمشرط في الخطوة دي وعلى المستطيلات اللي احنا فرغناها هنحط ورق كريشة اتوقع اسمه كده وبيكون ورق خفيف ولكن طبعا لو مش متوفر عندكم عادي جدا ممكن انكم تستخدموا ورق الزبدة زي ما احنا استخدمنا ورق الزبدة من شوية الفكرة بس ان الورق ده بيكون في منه الوان كتير وحبيت اني اعمل الفكرة دي تكون كده كلها الوان من بعد الخطوة دي اتوقع خلاص حفظته الخطوات هنبدأ ان احنا نقفل الفانوس بتاعنا وحبيت اني اعمل فكرة الفانوس ده باستخدام لونين ورق مختلفين واحد لونه بينك والتاني لونه بنفسجي وفي واحد منهم قفلته من فوق والتاني ما قفلتهوش من فوق حبيت جدا ان اطبق معاكم فكرة الفانوس باكتر من طريقة وبادوات مختلفة علشان تختاروا الحاجة المناسبة بالنسبة ليكم وتعملوها دايما بقولكم مش شرط ابدا انكم تستخدموا نفس الادوات اللي انا استخدمتها اتضروا تستخدموا اي ادوات تانية متاحة عندكم وتنفذوا الفكرة زي ما انتم عايزين اكتبوا لي دحت في الكممنت اي شكل فانوس عجبكم اكتر انا عن نفسي عجبني اللي قدامكم دلوقتي ده على الشاشة ده اكتر واحد عجبني لو طبقتم اي حاجة من الافكار اللي عملناها في فيديو النهاردة نزلوا تطبيقاتكم على حسابتكم في انستجرام او تويتر واستخدموا اشتاك تطبيق الاعمال نوريتها علشان اقدر اشوف التطبيقات بتاعتكم وادفعل فيها والحد ما اشوفكم الفيديو اللي قاية انشاء الله اكونوا بخير والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة